الشوط الخامس نتابع البداية والمقدمة وأرى هناك اللقادة المجموعة اللقادة المجموعة في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق نتابع التحديات أيضا مع الشاهينية التابعة لهجن الرئاسة وأرى أيضا بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم الشاهينية المركز الثاني التحديات بن هاملولة التابعة لهجن الرئاسة وبقيادة علي بن يمين الوهيبي بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى القدوم مع الشاهينية التابعة لهجن العاصفة تتسلل مع المركز الثالث ومتابعة غياذ الهلالي الدور دور المركز الرابع وأرى التقدم أرى التحديات من شاهين بشعار لهجن الرئاسة وبقيادة محمد بن عتيج بالزيتون الامهيري بينما انطلقنا مع المركز الخامس اللي وصلت في هذه اللحظات نتابع مشهورة بشعار سموشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيب بن روشد من يتابع تقدم مشهورة اللي تبحث عن الشهرة بهذا الانطلاق من الجانب الآخر مع المركز السادس أرى الختم بشعار سموشيخ سيف من قليفة بالسيف عن الهيان وسعيد بن مبارك لوهيبي متابعا لهذا الانطلاق على مستوى المركز السادس سابع الانطلاقات مشاهدين متابعين الكرام أرى التقدم نتابع شواهين التابع لهجن الرئاسة يقدمها المجاسف محمد بن عتيج بن زيتون الامهيري ومن الجانب الآخر أيضا مع المركز الثامن تاتي هملولة التابعة لهجن الرئاسة علي بن مي اللوهيبي من يتابع هملولة مع المركز الثامن تاسع التحديات وصلت الشاهنية التابعة لهجن الرئاسة وعوض بن مبارك المهيري متابعا للشاهنية بينفذ انطلقنا مع المركز العاشر بأرى جبارة تاتي عاشرا بشعار سموشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادته اسهي بن مبارك بن مرخان هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للعسر الأسهام المتقدمة في أول ندى مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات الجميلة والرائعة مع سن الإذاعة سن الإمتاع الشاهنية تسيطر على مجريات هذا الشوط منذ البداية بالشعار هجن الرئاسة وبقيادته راشد بن محمد بالسمة المنصوري متابعا منطلقا بتحديات الشاهنية اللي يرى الشوط منذ البداية منذ البداية تغرد خارج السرف وحيدة منفردة بناموس هذا الشوط والمغادرة المغادرة المغادرة للوحة الثلاثة كيلو مترات انتصفنا المسافة بدنا مع العدد التنازلي لمجريات هذا الشوط بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المتميز اللي تقدمها الشاهنية ولكن ارى ارهني ايضا القدوم مع الشاهنية التابعة لهجن العاصفة تتسلل مع المركز الثالي يقدمها غيات الهلالي بهذا الانطلاق ومع المركز الرابع وصلت ايضا هملولة التابعة لهجن الرئاسة علي بنيمي اللوهيبي متابعا لانطلاقة هملولة مع المركز الثالث رابع التحديات نتابع شواهين التابعة لهجن الرئاسة وقيادة محمد بن عتيج بن زيتون الامهير ومع المركز الخامس وصلت هملولة التابعة لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بنيميل اللوهيبي هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة بهذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع ولكن لنعود مع سكان المقدمة لنعود مع الصدارة لنعود مع البداية والشاهنية من تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة ومتابعة راشد بن محمد بسهم المنصوري ولكن اللوصلت اللوصلت الشاهنية مع المركز الثاني مع المركز الثاني بشعار هجن العاصمة يقدمها غياث الهلال بهذا الانطلاق السنتين ابتعدا 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 ابتعد كلي عن بقية المراكز بتحدي ثنائي بحوار ثنائي على مقدمة هذا الشوط ماشاء الله تبارك الله التحديات جميلة الانطلاقات رائعة بهذا المساء الجميل أمسية الإذاعة أمسية الإبتاع تحديات الشاهنية اللي تقدم أحلى عروضها منذ البداية تقود هذه الجموعة بهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع شعار هجن الرئاسة وبقيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري الشاهنية مع المركز الثاني بضغطها المستمر أيضا بتحدياتها مع المركز الثاني التابعة لهجن العاصمة ومتابعة غياذ الهلال الثنتين الثنتين أيضا بتحديات ونحن نقترب نقترب من لوحة من لوحة الإعلان لوحة الألف والميتر واللحظات اللحظات الأخيرة العد التنازلي لمجريات هذا الشوط والقادة محلة القادة محلة نتابع نتابع شوهين مع المركز الثالث مع المركز الثالث مشعار هجن الرئاسة متابعة محمد من عتيج بالزيتون المهير المجازف قادم بتحديات بتحديات شوهين المركز الثالث الرابع تاتي هملول التابعة لهجن الرئاسة وانطلاقة الظافر علي بنيميل الوهيبي المربع الذهبي اللي يحتضن هذه الأسهام العملاقة في هذا العالم الساحر الشاهنية الشاهنية على الصدارة راحت راحت انطلقت اندفعت بناموسي هذا الشوط ولكن القادم القادم شوهين تحديات أيضا شوهين مع المركز الثاني ومع المركز الثالث هملول 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 مع المركز الثالث ثلاثية رئاسية على مقدمة هذا الشوط بتحديات بتحديات الشاهنية من طلاقة هملول بتحديات شوهين من الجانب الآخر المثلث الذهبي مع هذا الشعار الغالي على قلوب الجميع الشعار الأحمر من يسيطر على المقدمة انطلقت هملول بناموس هذا الشوط تهانين تهانين لهجر الرئاسة على هذا التألق بهذا المساء الجميل ولحظات وصول هملول إلى خط النهاية تهانين لهجر الرئاسة والتهاني موصول للظافر علي برميل ولحظات الوصول إلى خط النهاية شواهين مع المركز الثاني من شعار هجر رئاسة المركز الثالث الشاهنية من هجر رئاسة المركز الرابع هملول من هجر رئاسة المركز الخامس الشاهنية التابع لهجر الرئاسة هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للخمسة المراكز المتقدمة حيث تألق الشعار الأحمر في هذه الأمسية وفي هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة لنعودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول هملول إلى خط النهاية تقضع مسافة الستة كيلومترات في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول تسع دقائق أربعة ثواني جزئين من الثانية تهانين لهجر الرئاسة والتهاني موصول أيضا للمضمر علي بن مي اللوهيبي بينما اللوصرت مع المركز الثاني هذه لحظات وصول المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام تاتي أيضا شواهين تسع دقائق خمس ثواني جزئين من الثانية تهانين لهجر الرئاسة والتهانين محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بينما اللوصرت مع المركز الثالث تاتي الشاهنية بتوقيتا زمني مقدارة تسع دقائق ستة ثواني ثلاث أجزاء من الثانية تهانين لهجر الرئاسة والتهاني موصولة لراشد بن محمد بالسم المنصوري تهانين للجميع والنموس ترجمة نانسي قنقر